تحتفل وزارة الصحة بيوم الصحة العربية الذي يوافق الرابع من سبتمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار تعزيز نهج الصحة الواحدة هذا وتؤكد مملكة البحرين في كل عام من خلال مشاركتها في هذا اليوم همية تضفر الجهود وتكاتفها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للمجتمعات العربية جهود متواصلة لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع كفا وتعزيز الوعي المجتمعي أتت إثر اهتمام حكومي بالغ في هذا القطاع حيث تشارك مملكة البحرين العالم العربي اليوم الاحتفال بيوم الصحة العربي والذي يحمل شعار تعزيز نهج الصحة الواحدة لتؤكد أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية للحفاظ على الصحة العامة في الوطن العربي هذا وتحرص مملكة البحرين عبر الجهود المشتركة ما بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على مضاعفة خطواتها الرامية لتعزيز الأنماط الصحية في المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وبما يصب نحو دعم التعاون والتضامن العربي لتنمية القطاع الصحي باعتبار الصحة أولوية قصوى وبما يعود بالنفع على المجتمعات من خلال المبادرات الإنسانية البحرينية المتغددة ومنها تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراغات والنزاعات بالمنطقة وتطوير صناعة الدواء واللقاحات بالدول العربية وضمان توفر الدواء والعلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين مملكة البحرين أسهمت بشكل واضح في إثراء أفضل الممارسات العالمية وخصوصا في مجال التأخب للطوارئ الصحية والاستجابة لها في مختلف الظروف وذلك بما يتماشى مع استدامة الأهداف الصحية العالمية وتطوير التقنيات والدراسات والأبحاث الطبية على المستويين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة